أليهان وزين سيتزوجان أخيراً بعد قلق إندر كايا بشأن اختبار الحمض النووي يصبح غير متوازن أكثر عندما يقبله رجل ومن بين ذكريات إندر نشاهد اللحظة التي لم يتمكن فيها من العثور على المال الكافي لإجراء عملية الإجهاد وعندما علم أن الطبيب لا يستطيع أخذ طفله كانر إنه لا يحب وضع أخته كثيراً على الرغم من لفتة إليف في المجوهرات لا تزال زينب متشككة تجاه الفتاة كما تدعمه أخته الكبرى السيدة أسمان تجبر ابنتها وأليهان على الزواج عندما يخبر أليهان زينب أننا سنتزوج بعد 2 إلى 3 سنوات لا داعي للاستعجال تنزعج الفتاة رفاقه الذكور يضيقونها كان يعود أصدقاء هالت إلى المنزل في المساء تشعر يلدز بالملل من المحادثات حول الفن وفي نفس الوقت يتصرف وكأنه يعلم عندما يقول أنه يعرف شخصاً مشهوراً يطلب منهم تنظيم عشاء ثم يحاول يلدز تجاهل الحادث يذهب كايا إلى أندر للتحدث معه مرة أخرى يصر على أنه ليس والد إريم هذه المرة تدعو كايا أندر لتناول العشاء لكن المرأة لا تقبل عندما يذهب إريم إلى الشركة يشرب عصير الليمون في غرفة كايا الصخرة ترسل الزجاجة للاختبار يتعين على زينب أن تذهب لحضور افتتاح مجموعة أليف في البداية تشعر إليف بالارتباك قليلاً تقول أليف إنها ستسافر إلى الخارج لمدة عشر أيام ثم يخبر أليهان زينب أنه سيذهب إلى الصين لحضور معرض لمدة عشر أيام ومع ذلك عندما علم أن هاكان لم يكن على علم بذلك أصبح أكثر أنزعاجاً إنه يعتقد أن الاثنين سيذهبان معاً امرأة اسمها نسليهان يقول إنه يستطيع أن يمنحهم الترويج للشركة التي يعمل بها في تركيا لكنه في المقابل يريد منهم الثلاثة الخروج لتناول العشاء مع كايا إندر لا يريد ذلك حقاً لكن كايا تقبله على الفور نسليهان لا تأتي لتناول العشاء يبدو أن كايا خططت لهذا لتناول العشاء مع إندر تحصل يلدز على عنوان إندر من تولين عندما بدأ العمل لأول مرة وتذهب إلى هناك لكنها لا تجد الكثير يلدز تخبر زينب أن أليهان مع فتاة أخرى في المنزل الذي استأجره عندما تعود زينب إلى المنزل مسرعة مع يلدز تجد الاستعدادات لحفل الزفاف وبعد ذلك يتم الزواج في اختبار الحمض النووي إيرين ليس ابن كايا إندر الذي يعلم بأمر الاختبار يغضب بشدة من كايا عندما يدخل في قتال يبدأ في البكاء في ذكريات إندر نعلم أنها أنجبت طفلاً وأعطته لشخص ما بعد التحدث مع زينب يتصل أليهان بها لكنه لا يتمكن من الوصول إليها يدعو يلدز عندما لا تتمكن الفتاة من الغصول إلى والدتها تشعر بالذعري في هذه الأثناء بينما تجبر زينب دوندار على البقاء معاً تحاول الفتاة ثنيه عن طريق الجمال تمكنت زينب من تهدئة دوندار وإرساله إلى الغرفة المجاورة لتلك الليلة أليهان يذهب إلى منزل زينب عندما لا يفتح الباب لكنه يسمع صوتاً من الداخل يكسر أمير الباب ويدخله أليهان يتصل بخالد ويشرح له الوضع يتحدث والد دوندار مع السيد يشار ويطلب منه العثور على ابنه دون الذهاب إلى الشرطة يبحث الرجل في عدة أماكن وينطلق مع أليهان السيد يشار يغضب على ابنه ويضربه يعد بإنقاذ زينب وإلغاء حفل الزفاف ووضع ابنه في العيادة يعيدون الفتاة إلى منزل أحبائها ويهدئونها تم بيع منزل أسومان هانم يعطي المال لمصطفى يقول الرجل أنه سيذهب أسومان يلتقي زيرين تناول العشاء مع أليهان وزينب لديهم وجبة متوترة أليهان يضع حجره الانفرادية على زينب كما اشتبهت كاية تولين بدأت في النظر إلى زواج هالت وإندر وتفحصه ينزعج إندر من مغادرة تولين غرفة كاية ويريد التحدث إلى خالد وطرده ولكن هذا غير مقبول عند سماع ذلك لا يستطيع يلبز الانتظار لمقابلة تولين يحاول إخراج الكلمات من فم المرأة تطلب كاية من هالت الإذن باستحاب إيريم إلى حفلة موسيقية يذهبون إلى الحفلات الموسيقية معا ويقضيون وقتا ممتعا تحكي كاية لصديقتها أرهان شكوكها قال يلدز في الحفلة التي ذهبوا إليها في المساء يريد أن يصنع السلام بين كاية وزهرة لكن لا أحد منهما مهتم يبدأ كانر وزهرة في قضاء وقت ممتع تعلم إليف أن زينب وأليهان قد عقد السلامة كلتا المرأتين تكرهان بعضهما البعض لكن لا تظهران ذلك زينب تخبر أليهان أنها لا تحب إليف أليهان لا يأخذ الأمر على محمل الجدي ترسل أليف هدية للمرأة كدليل على حسن النية ليلى وابن والدتها يلتقيان وجها لوجهي ثم يذهب إلى زينب ويطلب منها التحدث مع أليهان وترتيب العشاء معا الوجبة متوترة بعض الشيء بعد الاطلاع على الأخبار يذهب كاية إلى أندر ويسأله عن موقفه العدائي وما يخفيه إذا لم يكن الأمر كذلك فهو يخبرها أنه لا يزال يحبها الاثنان لديهما مواجهة يقول الرجل إنه سيحاول العثور على ما خفي عنه يذهب إلى أندر كاية يغضب بشدة عندما يلمح إلى ابنه أخيرا سكبت كاية الفاصولية وتسأله يقول إيرين ابني أليس كذلك سيجري اختبار الحمض النووي كل الحقيقة بينما يخبر إندر الرجل أنه يكرهه تسحب كاية المرأة إليه وتقبله دوندر وزينب يتزوجان تداعيات هروب زينب من حفل الزفاف تتردد على كل الجبهات الجميع يدرك ويتفاعل بشكل مختلف عائلتها قلقة على زينب لأن دوندر يلاحقها بعد التجول لفترة من الوقت تعود زينب إلى المنزل إنه خائف من توليني الذي يعرف علاقته بإندر كاية تشارك كاية هذه المشكلة مع صديق يعرف تلك الأوقات يعتقد أن صديقه إندر يخفي شيئا ما في اليوم التالي يبدأ يلدز بجمع المعلومات في الشركة تذهب زينب للتحدث مع دوندر وتطلب منه المغفرة لكن الصبي لا يقبل أمير وكانر يذهبان أيضا لرؤية دوندر زينب التي تذهب إلى هالت تلتقي بوالد دوندر وتسمع بعض الكلمات تريد زيرين تقديم أبنتها لابن أحد الأصدقاء تقبل الفتاة رغم أنها لا تريد ذلك يذهب مصطفى إلى هالت ويطلب المزيد من المال هالت ليس على استعداد للعطاء هذه المرة يذهب مصطفى إلى القصر لرؤية يلدز يتحدث الأمر